أهلا بحضراتكم من جديد من بعد الفاصل في بعض المبادرات بتبقى هدفها هو تماسك الأسرة المصرية للأسف فيه يمكن تحديات كثيرة جدا بمر بيها فيه إغراءات كثيرة جدا جات علينا من يمكن ثقافات مختلفة فابتدت تسبب يمكن بعض من انعدام المفهوم الصحي لبعض القيم المصرية الأصيلة فخلينا نتكلم عن مبادرة مهمة جدا اسمها هنعيشها صح المبادرة دي حملة مجتمعية أسستها الدكتورة إلهام شهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية الحملة هدفها الرئيسي هو إطلاق رسائل يومية للمتزوجين والمقبلين على الزواج وده للتعريف بواجبات الحياة الزوجية الحملة من المقرر أنه حيشارك فيها متخصصين في المجال الطبي والنفسي والاجتماعي وده لتقديم الوعي والنصيحة للشباب والبنات لتأسيس أسرة مصرية صحية ومستقرة تفاصيل أكتر عن الحملة حتكلمنا عنها مؤسستها الدكتورة إلهام شهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية دكتورة أهلا وسهلا من نوران أهلا بيكو صباح الخير صباح الخير يعني خلينا نتكلم الأول عن يمكن اسم المبادرة وهي عن عيشها صح ليه اخترت الاسم ده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا إحنا يعني من خلال عمل في مجمع البحوث الإسلامية إشراف على أعمال الوعيزات الخوض في المشاكل الجماهيرية من خلال لجان الفتوى من خلال وحدات لمشامل من خلال المشاكل اللي بتجلنا يوميا في مجمع البحوث الإسلامية من الجمهور الأسرة المصرية كلها فلاقيت إنه كل ده بيرجع إلى إنه إحنا يا إما عندنا خلط في بعض المفاهيم يا إما عندنا جهل بالواجبات المقدسة للأسرة يا إما في ضعف في أداء بعض الواجبات اللي علينا وبالتالي بتحصل المشاكل دي فلو إحنا قدرنا نصحح المفاهيم لو إحنا قدرنا نوصل المعلومة الصحيحة لو إحنا قدرنا نأسس فهم صحيح للمجتمع هنقدر نعيش صح هنقدر تبقى حياتنا مستقرة جدا هيبقى كل واحد فاهم إيه الواجب اللي علي مش عايز أقول إيه الحق اللي لي لأنه ما هو حق لك هو واجب علي وما هو واجب عليك هو حق لي فبالتالي كل واحد فينا لو عرف إيه هي الواجبات اللي عليه اللي ربنا سبحانه وتعالى أمروا بيها في حياته كل واحد فينا هيؤدي هذا الواجب بمنتهى الأريحية لأن ده واجب المفروض أن هو يعمله فهو يؤديه بالتالي أنت كشخص أمامي كفرد من أفراد الأسرة كفرد من أفراد المجتمع أخذت حقوقك من غير ما تطلبها وهو ده اللي أنا عايزة أوصاله إن كل واحد فينا يبقى عارف إيه هي واجباته ويؤديها لمنتهى الأريحية لأنه عارف إن ده واجب وإن اللي هيحسبه عليه ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة مش بس مش بالضرورة أبدا إنه القانون هو اللي هيحسبك عليه مش بالضرورة إن الشخص الآخر هو اللي يطلبها منك لا وإنت في النهاية لازم محاسب على الواجبات دي لو ما قدتهاش فده الأساس بالمبادرة إن إحنا نعيش حياتنا بصورة صحيحة وقلت كده هنعيشها صح إن شاء الله بإذن الله بأمر الله طيب دكتورة إحنا حضرتك شايفة إن إحنا بقينا محتاجين نتعرف حتى على الواجبات الأساسية اللي كنا متعودين نشوفها في بيوتنا طبيعي خالص شايفة إيه اللي حصل يعني عند الولاد والبنات علشان نبتدي نضطر نقول لهم يا جماعة عيشوا مع بعض كويس عيشوا مع بعض بلد ورحمة ابنه البيت اسعوا إنه كد الحياة تبقى مستمرة ومستقرة هو يعني أنا هقول لحضرتك على حاجة دلوقتي يا أستاذة منا إحنا كنا بنستقبل معلوماتنا منين بنستقبلها وبنستقي معلوماتنا وواجباتنا من مصدر رئيسة من البيت أولا من المدرسة ثانيا من وسائل الإعلام ثالثا طيب إحنا دلوقتي البيت الأب والأم بقوا مشغولين طول الوقت برة علشان الأم تلعيش علشان يحققوا المستوى المطلوب طب حتى لما بيرجعوا كل مشغول بالوسائل التواصل الاجتماعي ما بقاش حد بيقعد ما بقاش حد بيعرف كلهم فرهد مش عايز يعمل مجهود مفيش ومحدش عنده وقت أساسا أنه يدي للآخرين من وقته ولا يعلم ولا يعرف طيب المدرسة المدرسة دلوقتي كانت اسمها مؤسسة تربية وتعليم دلوقتي خلاص يعني ما بقاش الجزئية دي مبقتش موجودة في المدرسة حتة أن أنا أربي وأوجه وأعلم كل إنسان إيه حقوق الآخرين عليه وإيه واجبات وما بقاش حد بيعمل حاجة زي كده لوجود ضغوط في المناهج وضغوط عنده بقى كم منهج هو عايز يخلصه هو عايز مش عايز هو مهتم بحاجات تانية يعني بقى فيه اهتمام بالشق التعليمي أكتر من الشق التربوي الزمان كان لا الاثنين كانوا متساويين جدا مع بعض كان الاهتمام واحد في الاثنين يعني معلش إحنا بس لازم نبقى نحط أدينا على الضروح بتاعتنا علشان نقدر نحلها علشان نقدر نعالجها فطيب الماثر التالت وسائل الإعلام وسائل الإعلام دلوقتي معظمها طبعا إلا مراحمة ربي إلا بقى المؤسسات الرسمية إلا بقت بتدي معلومات خاطئة بقت توجيه توجيه خاطئ أصلا وبالتالي طيب أنا مش عايزة أظلم الجلدة الجلدة هيستقل معلومة مني طب هيجبها مني يعني هو إحنا المصادر الرئيسة في توصيل المعلومة وفي التربية وفي التوجيه هي أصبحت مش موجودة أو ضعيفة جدا في توصيل رسالتها وبالتالي إحنا عايزين إحنا بقى نقوم بدورنا كأفراد في المجتمع يعني مش بالضرورة بقى أن إحنا كل حاجة ندور المؤسسات لازم تعملها الدولة لازم تعملها إحنا فين في المجتمع إحنا بنقدم إيه إحنا بنحل مشاكلنا إزاي طبعا إحنا يعني أنا من خلال الحملة دي أنا عايز أقول إحنا كأفراد مجتمع عندنا القدرة أن إحنا نحل مشاكلنا بس ناخد المبادرة وناخد الخطوة ونبدأ وحنلاقي لو واحد بس خد خطوة هتلاقي كتير جدا حينضموا لي وده اللي حصل أول ما بدأت الحملة يعني من أول ما بدأت الحملة يعني لسه بدأها مبارح مؤسسات اتصلت بي وحدات في بعض الجامعات المختصة بال... عشان كله عايز على فكرة عايز الدنيا تبقى كويسة يعني كله عايز مؤسسات الدولة عايزة العيلة المصرية تبقى مستقرة صحيح الأفراد العيلة نفسهم نفسهم إنه الدنيا مطبس إن كان في فرد منهم أو أحد الأطراف يعني أكستريم شوية في حاجة معينة هتلاقي الثاني لا أعايز الدنيا تضبط ففي الحقيقة إنه آه في اختلاف النهاردة وفي معلومات مختلفة من زي ما حضرتك قلت يمكن في الإعلام وفي المدرسة وفي انفتاح على السوشيال ميديا كمان لكن في الأول وفي الآخر إحنا بنرجع للاتربينا عليه صحيح إحنا شفنا إيه في بيتنا طيب تأسيس الحملة ده هيمر بأكتر من مرحلة مرحلة الأولى عنوانها حضرتك سمتيها عرفني فهمينا كده إحنا أسرة جايين لك عايزين نفهم إيه عرفني دي في الأول هي أول حاجة أول مرحلة في الحملة هو إن إحنا هنبدأ برسائل تعريفية تعريفية بإيه هي الواجبات المقدسة إيه هي الواجبات؟ واجبات الأسرة دي اسمها واجبات مقدسة ليه؟ لأن لو كانت واجبات الزوج والزوجة فهي مبنية على مثال غليز ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أمر به وهو اللي سميك كده فكل ما يتعلق بواجبات الزوج والزوجة هي واجبات مقدسة فلازم إحنا نعرفها أولا هننزل برسائل يومية نعرف إيه هي الواجبات المقدسة دي كل يوم هنعرف حاجة بالسجنس ما عنده شوات دير كده مثالة عن رسالة عن واجبات مقدسة للزوج وواجبات مقدسة للزوج رسالة واحدة يعني الأول إحنا هنقول الواجبات المقدسة المشتركة الأول واجبات المقدسة المشتركة بين الاثنين أحريك بالدوري على مساحة اتفاق الأول أه طبعا علشان نعمل أرضية مشتركة نتذب الطرفين إن إحنا متفقين إن إنتوا الاثنين حبايب في النقطة دي دي ما نقول باللغة هو ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أول ما تكلم عن الزوج وزوجة قال ومن أياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فلازم نفهم من دي أول الواجبات المقدسة إن الحياة الزوجية أساسها إنها تبقى سكن إن المعاملة فيها تبقى بالمودة وبالرحمة وحنفهم الناس يعني إيه سكن؟ يعني إيه مودة؟ يعني إيه رحمة؟ التلاتة دول لازم يفهمهم ده حاجة مشتركة طيب بالنسبة للزوج ربنا سبحانه وتعالى قال وعاشر وهنا بالمعروف يعني المعاشرة مع الزوجة تبقى بالمعروف إيه هو المعروف؟ ده برضو حنبدأ نعرف الناس يعني إيه؟ المعروف يعني إيه الزوج وده لازم نفهم كويس قوي إن احنا بنقول وبنؤكد إن دي اسمها واجبات مقدسة يعني مش بمزاج أعملها أو ما أعملهاش لأ ده فرد لازم تعمل كده الزوجة تتعامل إزاي مع الزوج الزوجة ربنا سبحانه وتعالى ما أتكلم فيها قال ولا تنسوا الفضل بينكم يعني هي تتعامل بالفضل لا بالعدل إن الزوجة لما تتعامل تتعامل مع زوجها بالفضل لا بالعدل يعني إيه بالفضل لا بالعدل ده برضو حنبدأ نشرحه أنا هتتدي أعمل زي كل اللي بيحصل دلوقتي كل البرامج وكل حاجة أقولك إيه لا لا تنسوا الفضل بينكم ده راجل وست لأ ربنا لما أتكلم عنها في القرآن الكريم حطاها في معرض الحقوق المادية للزوجة والجزئية الخاصة بالزوج لما يبقى متعثر والزوجة لها حقوق فربنا أتكلم عنها فهي خاصة بالزوجة أكتر هي يعني زي ما أنت قلت هي صح للتنين تمشي للتنين بس ربنا لما أتكلم عنها أتكلم عنها في معرض الحديث مع المرأة فإحنا عايزين نقول إن هي خاصة أكتر بالمرأة لأن هي للاحقوق أكتر عند الزوج وأتكلم عنها في معرض الحقوق المادية فهي للاحقوق أكتر عند الزوج فلما يكون الزوج متعثر أو تعبان أو مش قادر يدي الحقوق دي ربنا بيقول لها إيه؟ ولا تنسى والفضل ما تتعاملش بالعدل اتعاملي بالفضل والزوج كذلك بس إحنا هو دايما المفروض إنه هي للاحقوق هو مالوش حقوق عندها مادية هي للاحقوق مادية عنده فدي برضو حنيجي نعرف الناس يعني إيه بالفضل يعني إيه كل الحاجات دي فكل جزئية من الجزئيات دي حنتكلم عنها مع الأولاد في تعاملهم مع الآباء والأمهات بر الوالدين يعني إيه بر الوالدين ربنا سبحانه وتعالى لما حطوا عبد الله ولا تشرك بشان وبالوالدين إحسانا يعني إيه الإحسان للوالدين هنبدأ نتكلم وكل دي حتبقى رسائل بسيطة جدا وصغيرة متاخدش وقت لا في القراءة والوالدين هنا كمان والدي والدتي والدة والدة شريك حياتي ده مهم برضو إن أنا عبقى فاهمة إحنا كنت بيكلم من الأسرة كلها يعني إحنا مش بنخاطب واحد لوحده بنخاطب الأسرة كلها كل واحد له رسالة كل واحد له واجب عليه المفروض إنه هو يعمله فدي أول مرحلة من مراحل الحاملة وهي مرحلة تعريفية والمرحلة تعريفية دي هنبدأ من خلالها إن إحنا نجمع بقى معنا هناخد بقى مين اللي حيكون معنا مين اللي عايز ينضم لنا وإحنا بدأ ينضم لنا من مبارح ناس كتير جدا متخصصين ولا مين اللي حينضم لنا عشان نبتدي نقوله حنتصرف إزاي يعني حضرتك خلينا نقسم الموضوع لشيقين الناس اللي حتبتدي تكريمي معاهم أو حضرتكم حتبتدي وتتعاملوا معاهم إنتوا اللي حتروحوا لهم ولا هما اللي حيقول لكم إنتوا اللي حتختروهم ولا هما اللي حيقول لكم إحنا عندنا مشكلة هنروح لهم البيت ولا هما لازم يقولنا في مقر أسريا كده لو إحنا في مكان نجعة أو قرية أو كده مش متعوضين نروح نحكي مشاكلنا على الناس يعني أو البيوت متعودة على كده حنستخدم مين بقى حنستخدم الناس اللي أصلا بتدخل البيت براحتها رائدات ريفيات ولا عندنا حد من المسؤولين عن الدعوة ولا هنعمل إيه هنريك حكي لي كده الخطة هو إحنا أولا هنعمل فيه عندنا تلات يعني أنواع من الناس اللي هتشارك معنا فيه مستقبل المستقبل ده اللي هو هياخد مننا تلقى الخدمة ده اللي عنده مشكلة ده اللي عنده حاجة عايز نتدخل معاه ده اللي عايز دورة تدريبية ده اللي عايز يتعلم يعرف ده مستقبل وده هنعمله استمارة خاصة بي يعني هنعمل ثلاثة استمارات استمارة خاصة بي بحيث أن هو هيملى الاستمارة دي هيقول هو مين وهو يعني عايز إيه بالزبط إيه مشكلته هو عايز دورة تدريبية هنكتب له في الاستمارة دي الخيارات اللي هو عنده مشكلة عايز يحلها هو إيه حالته الاجتماعية هو متزوج هو بيستعد بيستعد للزواج فهنعرف من خلال وحنبدأ نصنف الناس ونشوف إيه كل واحد ده ما نتعاملش مع منفصلين بحيث أن احنا نبتدي نأهلهم كله كله علشان لما نبتدي حياة جديدة نعرف نعيشها صحة أو وحنا منفصلين نعرف نتعامل صح مع بعض نتعامل صح مع بعض برنامج خاص جدا ليهم يعني لأنهم المفروض يبقى عندهم معلومات مهمة جدا لازم يعرفوها ياخدوا دورات تدريبية خاصة بيهم عشان يستقيق داروا يمارسوا حياتهم بصورة صحيحة فدي فيه ناس يعني حبتنا ضمن الحاجة اللي حبتنا إن احنا هنروح للأماكن اللي بيلتقوا فيها المنفصلين عشان يتقابلوا مع أولادهم اللي هي الرؤية أماكن الرؤية نروح لهم في أماكن الرؤية دي اللي هما يبقى كل واحد قاعد لوحده وكل واحد جايب ناس معاه وكله عايز جايين متحفزين لبعض لا إحنا هنروح لهم في الأماكن دي إن شاء الله بإذن الله وحنقعد معاهم ونحاول إن احنا نقرب وجهات النظر مش لازم نرجع لبعض لكن يبقى التعامل بيننا تعامل إنساني تعامل راقي علشان قطر الأولاد علشان قطر يطلعوا أسوياء نفسيين فدول نوع من الأنواع أو صنفة من الأصناف اللي إحنا هنتعامل معهم طيب التاني وده بقى يبقى التعامل معهم زي ما حدك سألت كده إحنا هنروح لهم بقى لسه هنحط الخطة بقى ده عايز ده هنروح له في المكان وإحنا الحمد لله رب العالمين يعني عندنا ناس في كل مكان وناس بقبدة المشاركة معنا سواء كان من الوعاظ أو من الوعزات أو من الشباب اللي مشارك معنا يعني ناس كتيرة جدا قبدة مبارح روح التعاون بصورة كبيرة جدا ومتطوعين يعني محدش بيدور على فلوس ولا بيدور على أي حاجة بالعكس الناس كلها عايزة صلاح المجتمع النوع الثاني اللي إحنا هنتعاون معاه هو المتخصصين بقى يعني ودول برضو هيبقوا متطوعين إن شاء الله بإذن الله ودول برضو بدأنا نتلقى منهم مبارح بعض الناس يعني عايزين ناس الطباء في المجال الطبي سواء كان الصحة الإنجابية أو الصحة العامة علشان الدورات التدريبية عايزين ناس متخصصين في الاقتصاد المنزلي علشان يبدأوا يدود في الدورات التدريبية يعلموا المرأة والرجل إزاي يديروا حياتهم اقتصاديا بصورة صحيحة عايزين ناس في علم الاجتماع علشان يدورة في المعاملات المجتمعية مشاكل اللي بتحصل من الحما والحما والجران والصديق والصديقة كل ده هيدلهم دورة تدريبية في الصحة النفسية مهمة جدا 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 لأنه كتير جدا جدا من المشاكل بتبقى بناء على إنه الشخص ده عنده حاجة نفسية عنده مشكلة عنده أزمة شافنا الموضوع ده قريب إنه في حد شاركنا بالمعلومات زي إنه في ناس للأسف بتتجوز من غير ما تقول ما عندهاش الأمانة إنه هي تقول إنه عندها مرض نفسي معين ولا مرض نفسي وورا مرض عضوي يعني نحن لازم نبقى يعني عندنا وضوح وصراحة في كل حاجة يبقى عندك مرض نفسي لازم تقول والشخص الأغرار إحنا مش بنقول يعني حتى موضوع الصحة العامة أو الصحة الإنجابية والشهادة الصحية ومأزاج والكشف الطبي وكل الحاجات دي المفروض تبقى واضحة جدا مش بنقول إن إحنا بنعملها علشان نفشل الجوازة ولا كل لا إنه بنقول علشان الشخص الآخر يختار بناء على علم ويختار ويتقدم المسؤولية الدينية على الأشخاص اللي بيجذبوا على يعني يدخلوا على بنات الناس أو العكس ولاد الناس ويقولوا قد أن ابني سليم وزاي الفل يلا نجوزوا مشكلة نفسية تتحل فيلا نجوزوا أو طبعا بتحصل للبنات مش يعني المسؤولية الدينية إيه يا فندم طبعا حرمة كبيرة جدا ده غش غش وغبن ومأساة والشرع يعني وضع لها ضوابط كتير جدا ووضع للمرأة أو للرجل اللي بيتأذى من هذا الأمر اللي بيجي عليه بقى هو اللي بيتحمل مسؤولية الغش ده ووضع له حقوق كتير جدا تعويضية عن المأساة اللي هو شافها يعني لأنه هو مش بس خسر حاجات حدها كمان يصاب هو كمان بأزمة نفسية طبعا لأنه ضمر حياته ضيع مستقبله يعني طب ليه تعمله فيه كده يعني عشان واحدة عايز تفرح بابنها أو بس تقول للمجتمع إن ابني سليم ما فيش فيه حاجة أو العكس واحد أو واحدة عايز تفرح بابنته وقولك إن هي سليم ما فيهاش حاجة فيأذي الأخرين طيب ليه طب ما نبقى صرحة واضحين جدا من الأول ونقول والله والله فيه ناس عندها قابلية يعني زي ما بيشوف مثلا فيه وحد عنده قابلية ويبقى سليم وعنده السعداء إنه هياخد حد من زاوي الهمة متقبل الوضع جدا ورادي جدا وساعد جدا طب ما إحنا نبقى واضحين في كل حاجة يعني ليه نبقى فيه غش في الحاجة فعلشان كده هيكون فيه عندنا من الأطباء سواء كان نفسيين أو أطباء في الصحة يعني لازم هيبقى فيه توعية كبيرة جدا وإزاي إن أنا أكتشف الأمراض ومش عيب أبدا إن أنا أروح وأعمل كشف طبي ومش عيب إن أنا أروح أعمل اختبار نفسي هو مش عيب هو قانون كده بيقول إن إحنا لازم نعمل كده ولازم نلتزم حيث إن الموضوع يبقى أفضل إن شاء الله ويبقى عندنا أسر محترمة وسليمة صحيا وبدنيا كل شكر ليكي من ورانا ومشرفانا الدكتورة إلهام شهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية عليكم